قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون قل أيها الرسول لأهل الكتاب أتحاجوننا وتشادلوننا في توحيد الله والإخلاص له وهو ربنا وربكم فهو رب العالمين لا يختص بقوم دون غيرهم إذا اتفقنا أن الجميع أمام ربوبية الله عز وجل سواسية فيكون وجه التفاضل الوحيد العمل والإخلاص في العمل فلنا أعمالنا ولكم أعمالكم وكل مجازى بعمله إن أحسن فله الحسنى وإن أساء فعليه لا قاب ولكننا نمتاز عليكم بأننا له مخلصون وأنتم به مشركون مخلصون 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 ترجمة نانسي قنقر